السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم عيدة كورا سبورت في كل مكان. فيديو جديد وحلقة جديدة معيكم محمد رفعت. حلقات النهاردة ان شاء الله هنتكلم فيها عن كل اخبار النادي الاهلي هنتكلم فيها عن رد فعلي مرتضى منصور على سقوط احمد مرتضى منصور في الانتخابات مجلس النواب. هنتكلم عن كل حاجة. لكن في بدأ نبدأ الحلقة بالصلاة على سيدنا محمد عليه وفضل الصلاة والسلام في الكومنتات كما تلع دوس لايك الفيديو وانزل يشترك بالقناة وفعل جراز التنبيهات عشان يوصل لك اشعار بكل فيديو جديد وحلقة جديدة بتنزل عندنا هنا في القناة ان شاء الله وتعا نبدأ حلقتنا سريعا من اخبار النادي الاهلي. الاهلي يطالب موسماني بحسم مصير صالح جمعة سواء بالبقاء او الرحيل. طلبت لجل تخطيط في النادي الاهلي برئاسة الكابتنج محسن صالح من بيتسو موسماني مدير الفاني للنادي الاهلي حسم مصير صالح جمعة سواء باستمراره مع النادي الاهلي او الاستغناء عنه في الزل ما فيه رغبة داخل لجنة تخطيط في النادي الاهلي بحسم مصير اللاعب. صالح جمعة تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من اندية محلية واندية خارجية. وحاليا يسعى مسؤول النادي الاهلي لحسمة زي العروض واختار الافضل والانسب منها للنادي الاهلي والافضل والانسب منها كمان لصالح جمعة. لكن طبعا الكلام ده متوقف على قرار من بيتسو موسماني. بيتسو موسماني اه شايف من وجهة نظره ان صالح جمعة لعب مميز ممكن يستفيد منه لكن لو اللاعب التزم. الفترة الدية موسماني بينو الدفع بصالح جمعة اساسي في لقاء طلاع الجيش في بطولة الدوري في ختام بطولة الدوري. كمان في لقاء ابو ايرلي الاسميدة في لقاء اه كأس مصر في دور التمانية في كأس مصر وبعدها موسماني هيختر لجنة دخطيت في النادي الاهلي بموقفه من اللاعب سواء استمراره او رحيله اه لأحد العندية اللي طلبت التعاقد مع صالح جمعة سواء على سبيل الاعرى او الاستغناء نهائي لجنة دخطيت في النادي الاهلي ما عنده مش اي مشكلة في رحيل صالح جمعة نهائيا عن النادي الاهلي لو اللاعب ما عجبش بيتسو موسماني. كمان اللجنة الخماسية في اتحاد الكرة تخاطب النادي الاهلي من اجل ارسال درع الدوري للتحاد الكرة حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع واستعدادة لتسليمه للنادي الاهلي في نهاية الموسم بعد طبعا ما النادي الاهلي حسم لقب الدوري الاتنين واربعين في تاريخ النادي الاهلي والاهلي هيستلم درع دوري في مباراة طلاع الجيش بدون حضور اعداد اضافية سواء من مجلس الادارة او من الصحفيين. كمان امبارح كان في اصراحات للمستشار تركي االي الشيخ الرئيس اللي هي العامة الترفيه في المرنقة العربية السعودية. وكمان مالك نادي المريا. وتكلم واجه رسالة. اه نصر رسالك الاتي. نزل اليوم بسط منصوب لي على احد الصفحات المضروبة. على الفيسبوك. يفيد باني وعدت بسيارة لمن يتوقع نتيجة مباراة بيرامدز وي. اه في نهاية كونفدرالية. وللأسف اه صدقه بعض من البسطاء. لذا احب ان واكد للمرة المليون. اه على انه ليس لي علاقة من قريب او من بعيد بنادي بيرامدز. واي تصريح لي لن يخرج الا من خلال وسائل التواصل الابتماعي الخاصة به. الموثقة والمعروفة للجميع. واي تصريح يخرج من خارج السوشيال ميديا بتاعتي الخاصة. انا غير مسؤول عنه. وانا لما احب بقول حاجة بقولها على الملأ وامام الجميع. ومن خلال السوشيال ميديا بتاعتي هذا للتوضيح. وشكرا. دي كانت رسالة تركية للشيخ لبعض الناس اللي بتعمل صفحات باسمه. وتتكلم وبتعمل مسابقات وهمية وبعض الناس للأسف بتصدقها. كمان الدكتور اشرف صبحي استاد القاهرة جاهز للصدافة نهاية افريقيا. واتمنى تأهل الزمالك. علشان يكون النهاء مصري بين الاهلي والزمالك. كمان الكابتن احمد شبير عن رحيل حسام غالي عن نادي الجونة. بعد طبعا ما شركة نادي الجونة خلاص او الشركة اللي كانت بتدير نادي الجونة برئاسة نادي الشوقي خلاص انتهت على قوتها بنادي الجونة. فالكابتن احمد شبير بيأكد ان آآ آآ كابتن حسام غالي الراجل بينوي الترشح لانتخابات مجلس النادي الاهلي القادمة وبشكل كبير جدا هيكون طبعا في قيمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات الجاية وهينزل كعضو مجلس ادارة. بالاضافة كمان آآ كابتن حسام غالي آآ تم عرض عليه من قبل ادارة النادي الاهلي وانصب مدير الكرة خلفا للكابتن سيد عبدالحفيز والكابتن كان يروح لقناة النادي الاهلي ويعمل برنامج على قناة النادي الاهلي لكن الراجل لسه بيفكر ويطلب من مجلس الادارة مهلة خصوصا ان لو تولى آآ حسام غالي منصب مدير الكرة ما ينفعش يترشح له انتخابات النادي الاهلي وفقا للايحة النادي الاهلي والراجل يعني الهدف الاول له والاولوية للانتخابات والراجل نفسه ويحقق حلمه انه يكون رئيس له النادي الاهلي الفترة الجاية. كمان بيتسو مسماني يجهز بجلاء النادي الاهلي لمواجهة طلاعي الجيش وبطلط الدوري الحسن مصيرهم وكمان راحة بعض العيبة الاساسية اللي هتشارك ان شاء الله في مباراة دورة ابطالي فرقيا. كمان يعود للسحر مجددا مجددا لتدريب نادي برامدز في بعض التقاير الصحفية بتأكد ان رينيف فيلر آآ تم طرح اسمه على نادي برامدز ونادي برامدز كانوا عقدوا جلسة قبل كده مع فيلر لما كان مدير فاني آآ مدير فاني النادي الاهلي وحاليا فيلر لسه بيفكر هل ممكن يوافق على عرض نادي برامدز ويرجع لمصر بعد كده بعد اصراحاته الاخيرة انه هو ما كانش عاجبه الاجواء في مصر ما كانش عارف ياخد على اجواء في مصر ولا لا قادرنا نعرفه الفترة جاية لكن طبعا الفلوس ممكن تغير وجهة نظر فيلر تماما. يعني فلوس نادي برامدز ممكن تغير وجهة نظر آآ فيلر والرجل ممكن يجيب اسرته ويعيشه هنا عادي طبعا بفلوس نادي برامدز على فكرة نادي برامدز برضو بيفكر ان هو اتعاقد مع اهاب جلال وكمان يعني الادارة الاماراتية سالم الشمسي نفسه بيفكر ان اتعاقد مع مدير فني اسم كبير او في اوروبا بعد اتعاقد مع انجوم كتيرة الموسم الحالي سواء رمضان صبحي او احمد فتحي او حتى شريف اكرامي لسه هنشوف آآ نادي برامدز هيعمل ايه لكن في كلام بين برامدز وبين فيلر وانا يعني او نادي برامدز معرضش على فايلر رقم محترم ما اعتقدش ان فايلر هيرجع لمصر مرة تانية وعلى فكرة نادي برامدز بدلوقتي بدأوا يتكلموا وقولك احنا اتكلمنا مع فايلر اثناء قيادته ليه نادي الاهلي يا ده كان بيأكد كلامنا وقلنا قبل كده نادي برامدز كانوا يتكلموا مع فايلر وكانوا سبب من اسباب رحيل فايلر عارفك نادي برامدز كمان الكابتان احمد شبير بيهاجم حسام عشور بعد صراحاته الاخيرة بيقوله كل ما بتتكلم رصيدك بتخسر رصيدك عندي جمهور النادي الاهلي حسام عشور طلع وهاجم النادي الاهلي ويتكلم وقال ان شعبية زعيم الصغر النادي الاتحاد السكندري لا تكلم مطلقا عن النادي الاهلي او اي نادي جامهير لا مع كامل احترام يا كابتن حسام عشور لتاريخك مع النادي الاهلي شعبية النادي الاهلي لا تقارن باي نادي في الوطن العربي بالكامل وافريقيا والشرق الاوسط النادي الاهلي شعبيته في حتة تانية خالص وبال اندية تحتية مع كامل احترام لكل اندية بس الاهلي من ناحية الشعبية في حتة تانية خالص ونادي الاتحاد السكندري ما فيش وجه مقارنة بالنسبة للناحية الجماهيرية او تاريخ او اي حاجة مع النادي الاهلي مع كامل احترامي لنادي الاتحاد السكندري ومع كامل احترامي وحب لشعب باسكندرية المدينة المقربة لقلبي لكن مقارنة بالاهل ونادي الاتحاد ما ينفعش. كمان محمد بن سلحي الراجل قال حسام عشور قال النادي رئيس نادي الاتحاد السكنداري محمد بن سلحي رئيس نادي هو واضح. وعلى فكرة يا كابتن حسام عشور الكابتن محمود الخطيف كان واضح معك جدا. بس انت كان في حالة كده من عدم الاتزان انك تاخد قرار علشان النادي الاهلي تأخر عليك يوم وتطلع تاعمل اللي انت عملته ده. فبالتوفيل الكابتن حسام عشور انتمنى فعلا انه هلتزم الصمت الفترة الجاية لان كلامه بيخسره حب الناس وبيخسره اي فرصة انه ممكن نرجع مرة تانية ويخش قلوب جماهير النادي الاهلي. كمان نادي سموحة يتركب الموقف النهائي لأحمد ياسر ريان مع النادي الاهلي. انتظر مسؤولي نادي سموحة الموقف النهائي لأحمد النادي الاهلي سواء باستمراره مع النادي الاهلي وعضيته من جديد او استكمال آآ عارطه لي نادي الجونة وتجديد عارطه وينادي سموحة بيفكر لو النادي الاهلي هيرجع صلاح محسن للنادي الاهلي فاحنا ندخل مع النادي الاهلي في صفقة ونستعير احمد ياسر ريان بكان صلاح محسن. كمان كهربا يقترب من التشكيل الاساسي امام طلعية الجيش مع النادي الاهلي بتسمو سموين عايز زد فرصة الكهربا عشان يشوف مستوى هل هو هيكون قادر انه يشارك مع النادي الاهلي في انهاء دور ابطال افريقيا او لا او راجل بينوي انه يدفع بقهربا في التشكيل الاساسي ويلعب المباراة كاملة من اجل طبعا رؤية قهربا بشكل اوضح قبل يوم ستة نوفمبر وانهاء دور ابطال افريقيا. كمان النهاردة رامي ربيعة هيخضع لفحص تبي قبل مران النادي الاهلي تحديد موقفه من مباراة طلوع الجيش. والنهاردة قال لي تصراحات بيرد في ها على رحيله على النادي الاهلي وخلافاته مع بيتس الموسيماني. ساعيت بالتواجد داخل النادي الاهلي وكلنا فريق واحد واتمنى حضور جمهور النادي الاهلي في نهائي دور ابطال افريقيا. كمان مهاجم ناد الجونه فيهدد رحيل اه يهدد برحيل باتشي عن النادي الاهلي والقرار في قاده 보면 تم يعرض مهاجم ناد الجونه مهاجم الزمبي على النادي الاهلي. الموسم ده الرجل مسجل او اتناشر هدف عام الموسم محترم جدا والنادي الجنم عندهمش اي مشكلة ان يبيعوا اللعب. وطم عرض اللعب على لجنة قطيت في النادي الاهلي. ولم تقطيف في نادي الاهلي عرضت اللعب على بيتسو موسماني. خصوصا ما في زل ما بيتسو موسماني مش مقتنع بيه اليو باجي وبتلوب رحيله على النادي الاهلي. فلم تقطيف في نادي اهلي عرضت عرضت ويلتر بويا على موسماني. والرجل طلب تأجيل الملف لحين الانتهاء من بطولة الافريقية وبعد كده هيحسن مصير سواء باجي او ويلتر بويا مهاجن نادي الجونا. كمان محمد مصرحي ينفي التفاوض مع مليك افونا وبيقول لك الكلام ده اي كلام وارفض الزج باسم الاتحاد السكندالي رافع اسعار اللاعبين. كمان اخبار نادي الزمالك عاجل صدمة وانهيار هستيري لأحمد مرتضى منصور بعد سقوطه في انتخابات مجلس النواب. يعيش احمد مرتضى منصور عضو مجلس نادي الزمالك حالة من الصدمة والحزن الهستيري بعد سقوطه في انتخابات مجلس النواب بعد اخده السباق الانتخابي عن دائرة الدقي والعجوزة وقال لما مصدر مقرب من احمد مرتضى منصور لموقع الوطن حالة من الحزن يعيشها احمد مرتضى منصور بسبب الارقام الهزلية التي حققها حيث كان يتوقع النجاح تلك المرة بعد تجربة النجاح السابقة في الانتخابات السابقة كانت تجربة اللي فات ما كانش فيها نجاحه خالص ده كان فيه مشاكل كبيرة جدا بينه وبين المرشح التاني وبعد كده دخل يعني بطريقة ملتوية كده لمجلس النواب كمان مرتضى منصور يعيش حالة حالية من الصدمة وحالة من الرعب وراجل قلقان جدا انه يحصل مع نفس السيناريو اللي حصل مع احمد مرتضى منصور وكمان مرتضى منصور بيأكد ان الكاف هيعتبر نادي الرجاء منصاحب لو حالات كورونا ما قالتش عندهم والعدد فضل بنفس العدد المتواجد وده قلناها قبل كده وبكده يكون وسلنا لنهاية اخبارنا ونهاية حلقتنا ان شاء الله شوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة ان شاء الله ما ننساش نصلى على سيدنا محمد ودوس لايك وانشترك بالقناة وفعل جرس التنبيهات